السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات سأتحدث عن أكثر 22 طعام يسبب الزهايمر وارتشاح أمعاء لبقاء وظيفة الدماغ في أفضل حال دماغنا يحتاج لـ 20% من طاقتنا هو يحتاج للكاربوهايدريت والكيتونات والأكسيجين وأيضا للتحفيز فهو بدون التحفيز يبدأ بالتراجع والتدهور وحتى الانحلال ومن هنا يبدأ الخرف والألزهايمر إن وجود خلل في بكتيريا الأمعاء يؤدي إلى التلف في بطانة الأمعاء وحدوث ارتشاح أمعاء وحساسية غذائية بشكل كبير وكل ذلك مرتبط بحدوث الألزهايمر سأبدأ بالأطعمة السكر وهو السبب الأول لمقاومة الإنسولين وارتفاع السكر في الدم ومقاومة الإنسولين يمنعان وصول السكر إلى الدماغ الاستمرار بتناول السكر يؤدي إلى عدم وجود كيتونات لتغذية الدماغ لكن إذا كنت مصابا بمقاومة إنسولين فعندما تقلل من الكربوهيدريت والسكر فإنك ستقوم بإنتاج بعض الكيتونات التي تغذي الدماغ ويزداد إنتاج الكيتونات كلما قللت من السكر والكربوهيدريت السكر سيء جدا يسبب الكبد الدهني وأذيه للبكتيريا النافعة وارتشاح أمعاء وحساسية غذائية بالتأكيد هو جزء من طعامنا لكن تناول كميات كبيرة منه تكون سامة ومؤذية لنا بشكل كبير أما السكر الموجود بكميات قليلة في الخضروات الورقية والخضار قليلة النشويات فهو مفيد فهذه الخضار إضافة لنسبة السكر القليلة فإنها تحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف وهذا يجعلها مفيدة عكس الكربوهيدريت الكحول تناول الكحول بكميات كبيرة وبشكل متكرر يسبب الخرف المبكر والألزهايمر فالكحول سم عصبي يدمر خلايا الدماغ ويسبب جروح في الأمعاء وارتشاح أمعاء وحساسية غذائية والتهابات وكب الدهني وأيضا مقاومة إنسولين كل ذلك سيؤدي إلى انكماش الدماغ وحدوث الزهايمر الكربوهيدريت المكررة والأغذي التي يكون مكتوبة على الملصق أنها تحتوي على سكر مضاف سواء سكر أبيض أو عسل أو شراب لغلوكوز أو شراب الذرة عالي الفركتوز وغير ذلك فالسكر المضاف يتكون من سكر غلوكوز يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة وسكر فركتوز يسبب الكبد الدهني وهذا ما نجده للأسف عند الأطفال والشباب والصبايا من حالات كبد الدهني ومقاومة إنسولين نتيجة استهلاك هذه الأطعمة الفاكهة فيها سكر طبيعي يمكن تناولها باعتدال ما عدا مريض السكري فتناوله للفاكهة مرتبط بمستوى السكر التراكمي لديه الفاكهة المجففة الموجودة في الأسواق يضاف لها سكر مضاف ويصبح السكر فيها شديد التركيز مثل المشمش المجفف فيه سكر 70% العصائر التي تصنع من الفاكهة تتم إزالة اللب والألياف ويبقى السائل فقط وفيه سكر يشبه السكر المضاف بل هو نفس تركيب السكر المضاف ومعظم الناس لا تعرف ذلك والشركات تطلق عليها تسمية عصائر طبيعية ولا تشرح ذلك على المنصق النشا هو نوع من الكربوهيدريت عندما نتناول بطاطا بكمية معتدلة فهذا جيد ونحصل على القليل من النشا ولكن عند تناول الحبوب فإننا نحصل على كمية كبيرة جدا من النشا وهذا يرفع مستوى السكر في الدم بشكل أسرع من السكر هناك علاقة قوية جدا بين الجلوكوز ومقاومة الإنسولين والألزهايمر لذلك يطلق عليه أحيانا السكر نوع ثالث ومعظم الأطباء يتحدثون عن الجلوكوز فقط كوقود للدماغ ونادرا جدا ما نسمع أحدهم يقول لك الكيتونات مع أن الكيتونات هي الأهم لبقاء الإنسان على قيد الحياة لذلك نحن عندما نتناول الكثير من السكر والنشا بشكل دائم يرتفع السكر بالدم ويرتفع الإنسولين والاستمرار في ذلك يجعلنا نصاب بمقاومة الإنسولين تم نشر معتقد بأن الدماغ يعتمد بشكل كبير على الجلوكوز ولا حاجة للإنسولين في توصيل الجلوكوز إلى الدماغ لقد أثبتت الدراسات أن هذا خطأ وأن الدماغ يعتمد على الإنسولين وعندما تكون مصابا بمقاومة الإنسولين فإن خلايا جسمك تصبح مقاومة للإنسولين وخلايا دماغك تصبح مقاومة للإنسولين أيضا وهذا يسبب عدم دخول السكر بشكل صحيح إلى خلايا الدماغ وهنا يمكن فهم موضوع الخرف والألزهايمر وحدوثه لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الإنسولين فارتفاع مستوى السكر في الدم بسبب تناول كميات كبيرة من السكر يسبب انخفاض مستوى الجلوكوز في الدماغ الدهون السيئة والزيوت النباتية المكررة هي دهون تالفة أما زيت الزيتون البكر الممتاز والسمن الحيواني والزبدة الحيوانية وزيت جوز الهند فهي دهون صحية ومفيدة زيوت النباتية مثل زيوت البذور وزيوت الحبوب وزيوت البقوليات هي زيوت غير صحية فيها نسبة عالية من أوميغا سيكس صحيح أن أجسامنا بحاجة لأوميغا سيكس لكن في هذه الزيوت يوجد 20 ضعف من أوميغا سيكس هذه الزيوت تعالج بدرجات حرارة عالية جدا وضغط عالي ومواد كيميائية وهذا يؤدي إلى أكسدة هذه الزيوت لذلك الأطعم المقلية هي مصدر للدهون السيئة وعند إعادة القلي بهذه الزيوت أكثر من مرة يزداد التلف والأكسدة لهذه الزيوت الباذنجانيات وأهمها الباذنجان والبندورا أو الطماطم والفلفل الحلو والبطاطس هذه الأطعمة تزيد من الحساسية الغذائية لأنها تحتوي على الليكتين القمح هو أكثر أنواع الحبوب ضررا لأنه غني بالجلوتين ويسبب ارتشاح أمعاء وهو سبب رئيسي لمرض الألزهايمر طبعا عندما نعمل على استعادة الماكروبيوم ستعود الحياة إلى الأمعاء ونتخلص من ارتشاح الأمعاء وعندها يمكن تناول هذه الأطعمة باعتدال الفواكه المعالجة والمرشوشة بمواد كيميائية أو بمبيدات حشرية هذه المبيدات سامة للجسم والدماغ وعلى رأس هذه الفواكه الفريز أو الفراولة التوت الأزرق والعنب والخوخ والكرز والتفاح الخضار المعالجة والمرشوشة بمواد كيميائية وبمبيدات حشرية وعلى رأسها الفلفل الحلو والفلفل الحار والجزر والبطاطس والفاصولياء الخضراء والسبانخ هي سامة لخلايا الجسم والدماغ يجب أن نتأكد دائما قدر الإمكان عندما نحصل على الخضار والفاكهة بأنها غير معالجة بالمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية وعلى العموم تبقى هذه الفواكه والخضار حتى لو أنها مرشوشة بالمبيدات والمواد الكيميائية يبقى تناولها أفضل من عدم تناولها نهائيا لأنه لا يمكن الاستغناء عنها وما أقوله ستجد ما يؤكده عندما تزور السوبرماركت أو المول وتجد قسم خاص للخضار الطبيعية والفواكه الطبيعية أورغانيك وهذا يعني أن ما تبقى من خضار وفواكه خارج هذا القسم هو غير طبيعي وغير أورغانيك الأسماك الكبيرة مشكلتها أنها تحتوي على الزئبق وهو سم يدمر الأعصاب ويقوم بتذويب خلايا الدماغ بكل ما تعني الكلمة ويتراكم الزئبق بشكل كبير في هذه الأسماك الكبيرة والمفترسة ذات العمر الطويل أما الأسماك الدهنية الصغيرة مثل السلمون والسردين والرنجة والقد فهي أسماك مفيدة جدا للدماغ وغنية بأوميغا ثري والبروتين الأسبرتام والسيكرالوز محليات صناعية ولها أسماء تجارية عديدة جدا نوترا سويت سيلباندا ومئات الأسماء وهي السم عصبي يدمر خلايا الدماغ الأبحاث الحديثة أشارت إلى أنها تقوم بتفكيك الحمض النووي وتسبب اضطراب ببكتريا الأمعاء وارتشاح أمعاء والتهابات في الجسم وحساسية غذائية والزهايمر المحليات الجيدة والصحية هي ستيفيا وفاكهة الراهب فهي سكر طبيعي ومستخلصات نباتية جيدة بشرط تناولها باعتدال لأن البعض يعتقد بأن خلوها من السعرات الحرارية يمكنه من الإفراط بتناولها وهذا ضار ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب ببكتريا الأمعاء وارتشاح أمعاء أيضا الملونات الصناعية والنكهات الصناعية والمواد الحافظة والمضافات الغذائية التي تضاف لتجميل الطعام وتحسين نكهته كل تلك المواد هي مواد كيميائية في غاية الخطورة والضرر يمكن أن تسبب ارتشاح أمعاء وحساسية غذائية والتهابات والزهايمر الكافئين الموجود في القهوة والشاي تناول جرعات عالية منه كما يفعل البعض 5 إلى 10 أكواب يوميا من الكافئين هذا يسبب خلل بنظام الغذاء الصم وفي هرمونات التوتر وهرمون النوم ويؤدي إلى الألزهايمر لكن تناول الكافئين بكميات قليلة مفيد فتناول كوب إلى كوبين يوميا يمنح طاقة ويساعد في تحسين التركيز ومفيد لمختلف أجهزة الجسم كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك وتعليقاتكم حلوة وشاركوا الفيديو شوفوا الفيديو أكتر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد أنتم عايشين وصلوا الفيديو لأصدقائكم والأكبر عدد من الناس لتعمل فائدة تعليقاتكم حول اللي انطرح بالفيديو بتهمني جدا وكتابة كل واحد منكم عن تجربته بتهمني كتير أحبائي بنصحكم تضغطوا على هذا الرابط وتشوفوا فيديوهات هامة ومفيدة جدا واكتبوا لي تعليقاتكم عليها أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته